بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نقدم لكم إن شاء الله تبارك وتعالى هذه القصيدة والتي هي بعنوان أعداء المساجد هذه القصيدة لها مناسبة ولها ذكرى ولكن دعونا من ذكرها عملا بقول الله تبارك وتعالى وخذوا حذركم لكن في عموم هذه القصيدة هي دفاع عن مساجد أهل السنة وكذلك يعاني فيها رد على أصحاب الطرق الصوفية الذين يعاني كثيرا ما يعتدون على مساجد أهل التوحيد وأهل العقيدة لأنهم يتكسبون من نشر الشرك والبدع والخرافات فدفاعهم هو دفاع عن المصلحة وأعداء المساجد أعداء المساجد قالوا ديل صلاحنا دنيا وآخر بيهم قالوا بيبقى فلاحنا ديل في الدنيا سووا سجمنا زادوا جراحنا بقالك بكرة في الآخرة بيفكوا سراحنا وعداء المساجد هم شيوخ ع الناس نشوف كيف بالمعاصي بقينا نرفع راسنا والله العظيم لو كان عرفنا أساسنا ديل مفروض يكونوا تحت قدمنا مداسنا وديل يا أخواننا ما أهل الله مات يدغشوا ديل ما عندهم غير ياكلوا بس ويدشوا ديل بيقروشنا يوم بيفطروا ويتعشوا كل واحد سمين بقروشنا شاحن كرشو والمؤسف المؤسف بيسم الدين بيأكلوا قروشنا بيسم الصلاح هم استحلوا فروشنا وبيسم الولاية النوبة حاي مفحوشنا ديل خربوا العقيدة وسوّدوها وشوشنا وعداء المساجد قالوا ديل صلاحنا دنيا وآخر بيهم قالوا بيبقى فلاحنا ديل في الدنيا سووا سجمنا زادوا جراحنا بقالك بقالك بكرة في الآخرة بيفكوا سراحنا وديل في الدنيا فعالهم قبيحة ذميمة ديل في الدنيا فعالهم قبيحة ذميمة ومصدر دخلهم ورقوا حجابوا تميمة كون زول مستقيم ما تبقى ياخي بهيمة زول مليان صعود تشرب تفاف وعزيمة وعداء المساجد هم شيوخ بنية خريجين سجون وجرائمهم كمية شيخ نبصل على لابس في السجن طاقية عامل فيها شيخ ناقص طرى العمية وقال جوا السجن عامل بسبحه خاشع كورك فيه سكران زي كانو مصارع هو يا عمك انتان احنا ياخي في جامع يا سكران يا سكران دا جاكم قال معارضة الجامع وما شبه الجوامع ديل ولا بعرفوها ما هم ناس عمارة ولا هم اللي بابنوها ديل ناس الرقيص والنوبة ما بخلوها الدين سوو لعب منو العقيدة لغوها وما شبه الجوامع ديل ولا بعرفوها ما هم ناس عمارة ما هم ناس عمارة ولا هم اللي بابنوها ديل ناس الرقيص والنوبة ما بخلوها الدين سوو لعب منو العقيدة لغوها الدين سوو لعب منو العقيدة لغوها